عدسة الشروق تظهر قوارب صيد قوارب الحماية المدنية ومن بعيد تظهر قوارب القوات القطع البحرية التابعة للقوات البحرية الجزائرية طبعا عمليات البحث متواصلة لحد الآن من أجل انتشال الطيارين الضابطين الآخرين من أصل ثلاثة ضباط من طاقم المروحية التي سقطت صبحتها اليوم في حدود الحادية عشر وخمسين وعشرين دقيقة عمليات البحث لا تزال جارية طبعا على إثر هذا هذه الفاجعة غرد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون قائلا إثر استشهاد الملازم الأول بوزيدا نوردين أحد أفراد طاقم المروحية التابعة لقيادة القوات البحرية يتقدم طبعا رئيس الجمهورية يتقدم بتعازيها الخالصة لعائلة الشهيد وكل أفراد الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الوطني داعيا المولى أن يوفق فرق الإنقاذ في العثور على الظابطين المفقودين إن لله وإن إليه راجعون يذكر أن مروحية بحث وإنقاذ عسكرية تابعة لقيادة القوات البحرية سقطت صباح اليوم أثناء القيام بمهمة طيران تدريبية تقنية في عرض البحر على بعد ميلين بحريين شمال غرب ساحل مدينة بوهارون بولاية تيبازا التابعة للناحية العسكرية الأولى وأسفر الحادث عن استشهاد الملازم الأول بوزيدا نوردين أحد أفراد طاقم الطائرة المتكون من ثلاثة ضباط فيما لا تزال عملية البحث جارية عن الطيارين الآخرين حيث تم تسخير وسائل البحث والإنقاذ اللازمة عليثني استشهاد أحد أفراد طاقم المروحية سليمان شنين رئيس المجلس الشعبي الوطني بدوره بدوره قدم تعازيه وهذا عبر تغريدة له بحسابه بتويتر قال فيها ببالغ الحزن والأساة لقينا نبأ فاجعة سقوط مروحية عسكرية واستشهاد الملازم أول نوردين بوزايدة نتقدم نتقدم بخالص التعازي إلى عائلة الفقيد وإلى قيادة وكافة أفراد الجيش الوطني الشعبي طبعا هذه تغريدة رئيس المجلس الشعبي الوطني سليمان شنين قال فيها ببالغ الحزن والأسى تلقينا نبأ فاجعة سقوط مروحية عسكرية واستشهاد الملازم أول نوردين بوزايدة سليمان شنين قال نتقدم بخالص التعازي إلى عائلة الفقيد وإلى قيادة وكافة أفراد الجيش الوطني الشعبي راجيا من الله أن يتغمده برحمته الواسعة وأن يمكن فرقة البحث من العثور على الضابطين المفقودين لحد الآن تتواصل عملية البحث للعثور على الضابطين المفقودين من أصل ثلاثة ضباط أو ثلاثة طيارين من طاقم المروحية التي سقطت في عرض البحر على بعد ميلين بحريين قرب سواحل مدينة بوهارون بولاية بازا التابعة للناحية العسكرية الأولى طبعا وعلى إثر هذا الحادث الأليم تقدم أيضا وبدوره الفريق سعيد شنغريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي باسمه ونيابة عن جميع مستخدمي الجيش الوطني الشعبي بخالص التعازي والمواساة لأسرة الشهيد نوردين بوزايدا معبرا لهم عن وقوفه إلى جانبهم في هذه الفاجعة الفريق سعيد شنغريحة أمر بفتح تحقيق فوري لمعرفة ملابسات وأسباب الحادث كما نتابع وتتابعون عملية البحث لا تزال متواصلة قوارب تابعة للحماية المدنية قوارب تابعة لقيادة القوات البحرية وحتى قوارب تابعة للصيادين صيادية المنطقة تشارك في عملية البحث عن الطيارين من ضمن ثلاثة طيارين من طاقم المروحية التي سقطت صباحة اليوم بحدود الحادية عشر الساعة الحادية عشر وخمس وعشرين دقيقة نعود ونذكر هذه قوارب تابعة للحماية المدنية بتنسيق تام لعملية البحث عن الضابطين الطيارين من أصل ثلاثة ضباط لم يتم العثور عليهما بعد سقوط المروحية فاجعة أسفرت عن استشهاد أحد أفراد طاقم المروحية أو خمسة قوارب تابعة للحماية المدنية في عملية تنسيق وتنسيق لعمليات البحث الجارية حد الآن والمتواصلة تم تسخير وسائل بحث وإنقاذ كبيرة للعثور على الطيارين الذين لم يتم العثور عليهما لحد الآن بعد سقوط المروحية التابعة لقيادة القوات البحرية طبعا هذه المروحية سقطت على بعد ميلين بحريين في عرض البحر قرب سواحل مدينة بن هارون بولاية تيبازا تابعة للناحية العسكرية أو بوهارون أقول مدينة بوهارون بولاية تيبازا تابعة للناحية العسكرية الأولى عدسة كاميرا الشروق مباشرة من هناك للعمليات البحث والإنقاذ هذه صورة شهيد الذي نحسبه شهيدا عند الله أحد أفراد طاقم المروحية التي سقطت بحدود الحدية عشر وخمسين وعشرين دقيقة غرب ساحل مدينة بوهارون بولاية بازا على بعد ميلين بحريين أحد أفراد الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الوطني الشعبي طبعا المروحية كانت تقوم بمهمة طيران تدريبية تقنية صباح اليوم شباب الجيش الوطني الشعبي قدم نفسه وهو يقوم بعملية تدريبية أو بمهمة طيران تدريبية تقنية نحسبه شهيداً نحسبه شهيداً عند الله طبعاً طبعاً حزن كبير لدى المواطنين وكل من يتابع هذه الصور خصوصاً من عين المكان المكان شهود عيان تحدثوا لقناة الشروق للشروق نيوز تحدثوا عن سقوط عنيف للمروحية بما يظهر أنه عطب تقني أصاب المروحية سقطت على إثره في عرض البحر على بعد ميلين شمال غرب ساحل مدينة بوهارون بولاية بازا بالناحية العسكرية الأولى شهادت أيضاً تحدث أو تحدث مصور الفيديو أو فيديو سقوط المروحية تحدث للشروق نيوز أيضاً عن تفاصيل ما قبل التحطم قال أن التحطم أو سقوط المروحية كان عنيفاً في عرض البحر تحدث لي في ميكروفون مراسل الشروق نيوز من تيبازا بن يوسف سباح طبعاً قال أن المواطنين هرعوا مباشرة بعد الحادث مروحيات تابعة لقيادة القوات البحرية قطع بحرية مباشرة بعد سقوط المروحية أبحرت مباشرة لمكان وقوع الحادث للبحث والإنقاذ الحادث أسفر عن استشهاد الملازم الأول نوردين بوزايدا الذي يظهر على يسار الشاشة أحد أفراد طاقم الطائرة المتكون من ثلاث الضباط طبعا فيما لا تزال لحد الآن والصور تصلكم مباشرة هذه الصور الحية من عملية البحث الجارية عن الطيارين الآخرين حيث تم تسخير وسائل البحث والإنقاذ اللازمة لذلك صور الشهيد الذي نحسبه شهيدا عند الله على اليسار على يسار الشاشة على يمين الشاشة صور حية لعملية البحث والإنقاذ أو البحث عن الطيارين الضابطين من أصل ثلاثة الضباط كانوا معلمة المروحية التي سقطت في عرض البحر في حدود الساعة الحادية عشر وخمسين وعشرين دقيقة إن لله وإن إليه راجعون رئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبون تمنى أو قدم تعازيه الخالصة لأسرة الشهيد نوردين بوزيدا قال في تغريدته إثر استشهاد الملازم الأول بوزيدا نوردين أحد أفراد طاقم المروحية التابعة لقيادة القوات البحرية رئيس الجمهورية قال أتقدم بتعازية الخالصة لعائلة الشهيد وكل أفراد الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الوطني داعيا المولى أن يوفق فرق الإنقاذ في العثور على الظابطين المفقودين إن لله وإن إليه راجعون طبعا تغريدة رئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبون إثر السقوط أو إثر استشهاد الملازم الأول بوزيدا نوردين وعملية البحث متواصلة لحد الآن صور حية من عين المكان نتمنى العثور على الطيارين الظابطين في أسرع وقت كل الإمكانيات سخرت لأجل والوسائل كل الإمكانيات والوسائل سخرت لأجل العثور عليهما عملية البحث متواصلة لحد الآن وفي هذه اللحظات الصور حية ومباشرة من مكان عملية البحث نعود ونذكر سقطت مروحية أو مروحية بحث وإنقاذ تابعة لقيادة القوات البحرية اليوم الأربعاء في ساحل مدينة بوهارون بولاة بازا الحادث الفاجع الحادث المأساوي أسفر عن استشهاد أحد أفراد طاقم المروحية المتكون من ثلاثة ضباط فيما لا تزال عملية البحث جارية عن الطيارين الآخرين ووفق ما جاء في بيان أو بحسب ما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني أوضح هذا البيان أنه أثناء القيام بمهمة طياران تدريبية تقنية صباح اليوم في حدود الساعة الحادث عشر وخمسين وعشرين دقيقة سقطت مروحية بحث وإنقاذ عسكرية من نوع أم آس خمسة وعشرين ميرلان تابعة لقيادة القوات البحرية في عرض البحر على بعد ميلين بحريين شمال غرب ساحل مدينة بوهارون بولاة تيبازا بالنحية العسكرية الأولى على إثر هذه الفاجعة على إثر هذا الحادث على إثر استشهاد الملازم الأول بوزيدا نوردين قدم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون تعازيه الخالص لأفراد أو لأسرة العائلة وقال في تغريدته إثر استشهاد الملازم الأول بوزيدا نوردين أحد أفراد طاقم المروحية التابعة لقيادة القوات البحرية رئيس الجمهورية قال تقدموا بتعزية الخالصة لعائلة الشهيد وكل أفراد الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الوطني داعيا المولى أن يوفق فرق الإنقاذ في العثور على الضابطين المفقودين إن لله وإن إليه راجعون من جانبه رئيس المجلس الشعبي الوطني سليمان شنين قال في تغريدة الله ببالغ الحزن ولا ستلقين نبأ فاجعة سقوط مروحية عسكرية واستشهاد الملازم أول نوردين بوزايد نتقدم بخالص التعازي إلى عائلة الفقيد وإلى قيادة وكافة أفراد الجيش الوطني الشعبي راجيا من الله أن يتغمده برحمته الواسعة وأن يمكن فرقة البحث العثور على الضابطين المفقودين مشاهدين الكرام تغطيتنا المباشرة للحادث المأساوي لهذه الفاجعة متواصلة سنوافق بكل تفاصيل عملية البحث الجارية حتى هذه اللحظة سنوافق بها مشاهدين الكرام لحظة بلحظة في مواعدنا طبعا الإخبارية المتواصلة شكرا على المتابعة إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر